المفردة الأولى صارت واضحة لدينا فيما يرتبط بالتحريم هناك مفردة ثانية مهمة جدا إنها مفردة الكيت مفردة المكر فهناك المكر الإلهي ويأتي في سياقه المكر النبوي الكيد الإلهي ويأتي في سياقه الكيد النبوي لماذا أحدثكم عن هذه المفردة لأن الذي تحدثت عنه سورة التحريم سورة من صور الكيد الإلهي والذي يساوقه الكيد النبوي دعوني أقرب لكم الفكرة ومن القرآن نفسه من مفردات القرآن نفسه إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء أصبروا علي كي تصلوا إلى الحقيقة الكاملة إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة بعد البسملة وما بعدها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين بعد هذه المحاورة قطعا القرآن ينقل لنا الصور بنحو مقتضب ماذا قال إبراهيم بعد هذه المحاورة وتالله إنه يقصب وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبري هذا كيد نبوي وهو يساوق الكيد الإلهي هذا هو كيد نبوي وإلهي فإبراهيم هو الذي بادرهم بالنقاش وهو الذي جاد لهم وهو الذي حاججهم قلوا ما تشاءون وبعد ذلك قال لهم وبنحو علني مع تأكيد ما يريد بقسمه وهم يعرفون أن إبراهيم ليس كاذبا ولا يحتاج إلى قسم حتى وإن كان يكفر بآلهتهم يعرفون صدقه وأمانته وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون علق الفأس في رقبة الصنم الأكبر وكسر بقية الأصنام فجعلهم جذاذا كسرها تكسيرا حطمها تحطيما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إلا ذلك الصنم الكبير الصنم الأكبر علق الفأس في رقبته إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هم لم يكتشفوا هذا من تحقيقهم هو الذي خطط أتحدث عن إبراهيم هو الذي خطط لأجل أن يقوم بهذا الأمر وفي الوقت نفسه خطط أيضا أن يجعل أن يجعل هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام خطط لهم أن يعرفوا فهو الذي حاججهم وأقسم أمامهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أجد مجالا أجد فراغا أجد وقتا منحسبا وأنا سأفعل ما أفعل بأصنامكم ونفذ هذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون كل هذا قد خطط له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا هذا الفأس في رقبته قال بل فعله كبيرهم هذه آلة الجريمة موجودة عنده حينما يحقق المحققون في الجرائم أول شيء يبحثون عن يبحثون عن أهلة الجريمة هذه آلة الجريمة معلقة في رقبته قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ماذا تفعلون هذا إبراهيم قد فضحكم ماذا تفعلون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم ماذا يقولون لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لماذا تطلب منا أن نسألهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ما عندهم من جواب قالوا حرقوه حرقوه خلصونا من نداء الحق هذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي كل هذا قد خطط له إبراهيم كل هذا البرنامج وإبراهيم كان عارفا من أن نهاية الأمر ستكون هكذا هنا يتجلى الكيد الإلهي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي نار عظيمة قد أججها النمرود ووضعوه في المنجنيق الروايات تحدثت عن ذلك أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه الواقعة وضعوا إبراهيم في المنجنيق وألقوا به في تلك النار العظيمة وحينما أطل النمرود على النار وجد إبراهيم جالسا في روضة من رياض الجنة في تلك النار العظيمة ولذلك أصيب بالرعب وخرج إبراهيم من النار ولأنه أصيب بالرعب ما تجرأ على قتله بالسيف مثلا أو بصلبه وإنما قال له عليك أن تخرج من العراق فخرج إبراهيم من العراق هذا هو سبب خروجه من العراق لأن النمرود حينما وضعه في تلك النار العظيمة وأطل على النار وجد إبراهيم في أحسن حالة وقد لبس قميصا جميلا هذا القميص الذي جاء به جبرائيل هو هو القميص الذي أخرجه يوسف من التميمة وهو في مصر فشم يعقوب وهو في فلسطين رائحة ذلك القميص هذا هو قميص إبراهيم الذي نزل به جبرائيل عليه من الجنة التفاصيل موجودة في رواياتنا وهي جميلة جدا لكن المقام ليس منعقدا للخوض فيها فكل هذا كان قد خطط له إبراهيم هذا هو مصداق من مصادق الكيد الإلهي الذي يساوقه معه هو الكيد النبوي فكيد الله هو كيد الأنبياء وكيد الأنبياء هو كيد الله تلاحظون أن القصة بدأت بتخطيط مسبق من إبراهيم تدبروا في الآيات هو الذي بدأ المحاججة وحينما أوصل المحاججة إلى النقطة التي يريدها أقسم وتالله لأكيد أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ورسم البرنامج رسم البرنامج كاملا كسر الأصنام جعلها جذاذا ترك الصنم الأكبر علق الفأس في رقبته وجاءت المحاورة إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة بعد أن كانوا في غاية المهانة بين يدي إبراهيم مثل ما يقول القرآن ثم نكسوا على رؤوسهم ما هذه المسخرة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فنزل قول إبراهيم عليهم كالصاعقة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ما هو الجواب قالوا حرقوه 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 وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هنا جوهر الموضوع وأرادوا به كيدا هم أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا لكننا كدنا لإبراهيم فجعلناهم الأخسرين إلى آخر ما جاء من الآيات في السياق نفسه بخصوص برنامج إبراهيم الخليل لو ذهبنا إلى سورة الصافات إلى سورة الصافات وإلى الآية الحادية والتسعين بعد البسملة الموضوع هو هو فراغ إلى آلهتهم فراغ إلى آلهتهم أي توجه إلى المعبد الذي فيه الأصنام فقال لتلك الأصنام فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبل إليه يزفون هذا عرض للقصة بنحو إجمالي قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين التأكيد على موضوع الكيد كيد الكافرين وهناك كيد الله والأنبياء هذا كيد وبرنامج للمكر الإلهي لأجل أن يحقق إبراهيم مضمون رسالته لكنه كيف حقق ذلك عبر مكيدة جعلهم يفرغون ما في أجوافهم فكشفوا ضلال عقيدتهم وكشفوا في الوقت نفسه إجرامهم وهذا هو الذي كان يريد إبراهيم الخليل إبرازه وإخراجه إلى الواقع ولذا بعد أن اتنهت الصورة في ذلك المجتمع تفككت إمبراطورية النمرود بعد هذا البرنامج تفككت إمبراطورية النمرود وهذا موضوع خارج عن بحثنا مثال آخر من أمثلة الكيت ما جاء في سورة يوسف إنها الآية الخامسة بعد البسملة يعقوب النبي يقول ليوسف في صغره قبل أن يأخذه أخوته وأرادوا أن يقتلوا قصة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا كيد شيطاني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا في سورة نفسها إذا ما ذهبنا إلى ما قام به يوسف من وضع صواع الملك في وعاء أخيه بن يامين قبل أن يعرف أخوة يوسف من أن عزيز مصر هو أخاهم يوسف في الآية السبعين بعد البسملة من سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه في رحل أخيه بن يامين ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون الواقعة المعروفة لا أجد وقتا للدخول في تفاصيلها حتى نصل إلى الآية السادسة والسبعين بعد البسملة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وهو جزء من برنامج الكيد هنا هذه مكيدة مكيدة أراد من خلالها يوسف أن يبقي من يامين عنده وأن يجعل أخوته في حالة يخرجون الذي في أجوافهم ولذا قالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له وأراد من البرنامج كله أن يجتمع بأسرته بأبيه بأبيه النبي يعقوب حكاية يوسف ويعقوب فبدأ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف الله هو الذي يقول مع أن الواقعة أسرية شخصية ولكن ولكنها جاءت وفقا لكيد إلهي في قصة إبراهيم كان الأمر يرتبط بالأمة يرتبط بالناس جميعا إنها قصة التوحيد الإبراهيمي في قصة يوسف الكيد هنا يرتبط بأمر أسري فكل هذه الواقعة ترتبط بشأن أسري بشأن عائلي من شؤون عائلة يعقوب النبي فهذا يوسف وهذا بن يامين وهؤلاء أخوته إلى بقية التفاصيل التي تعرفونها في قصة يوسف ففي قصة إبراهيم هناك كيد إلهي في أمر يتعلق برسالة التوحيد لكل الأمة لكل الناس وفي قصة يوسف هناك كيد إلهي مثل ما تقول الآية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فهذا الكيد يأتي بهذا السياق وبهذا اللحاب في شأن أسري وعائلي ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك لكنني سأذهب بكم إلى سورة الطارق الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها من الآيات إنهم يكيدون كيدا من هم هم الذين هم في مواجهة القرآن هؤلاء الذين هم في مواجهة القرآن همو همو الذين هم في مواجهة العترة من الآخر الذين هم في مواجهة بيعة الغدير في مواجهة وصية رسول الله بالكتاب والعترة هؤلاء هموا هموا الذين كادوا كيدهم في واقعة رزية الخميس إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كيدهم في مواجهة كيد الله وهو المضمون في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه بكيدكما فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين إنهم الكافرون ببيعة الغدير ماذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم هم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نقرأ في تفسير القم في الأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها الطبعة نفسها في صفحة التاسعة والأربعين بعد السبعمائة ماذا جاء في أحاديث العترة في بيان مضمون هذه الآيات إنهم يكيدون كيدا قال قال الإمام قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة إنهم يكيدون كيدا هؤلاء أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة البرنامج الإبليسي الذي نفذ عبر أصحاب الصحيفة وأصحاب السقيفة نفذ البرنامج بخصوص أئمة الأئمة قتلوا محمدا وحاولوا قتل علي لكنهم لم يستطيعوا لكنهم قتلوا فاطمة إنهم يكيدون كيدا قال كادوا رسول الله وكادوا علي وكادوا فاطمة فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فما الذي يحدث ينتقم لي القائم الله يقول ينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش إنهم إنهم أصحاب الصحيفة وأصحاب السقيفة وبني أمية وسائر الناس فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم أمهلهم رويدا هذا الإمهان لوقت بعث القائم ماذا سيفعل القائم ينتقم لله من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس فهذه الآيات تتحدث عن كيد إبليسي وعن كيد إلهي في مواجهة الكيد الإبليسي هناك مفردات حساسة وحساسة جدا لا بد أن نتحدث عنها كي تتضح الصورة كاملة نذهب إلى فاصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قتلوا محمدا قتلوا فاطمة وبعد ذلك قتلوا أهليا أيضا إذن أين هي نتائج الكيد الإلهي ففي قصة إبراهيم فإن إبراهيم حين ألقي في النار كان في روضة من رياض الجنة وفي قصة يوسف فإن يوسف تصالح مع أخوته والتقى بأبيه حكاية كانت نهايتها جميلة جدا وإبراهيم خرج عزيزا من العراق سالما معافا محمد قتلوه علي قتلوه فاطمة قتلوها إنهم يكيدون كيدا وهذه نتائج كيدهم إذا كتب الكتاب كتبت الصحيفة قتل الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا هذه الدماء تعجل برنامج الله هذه الدماء تسرع برنامج الله نحن حينما نقرأ في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هم يخططون لقتله منذ زمن بعيد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام قبل الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إنهم كانوا يخططون في بعض مخططاتهم أن يأخذوا النبي ويحجروه في مكان يحبسوه في مكان حتى يموت تحت أنظارهم وهناك من اقترح أن يقتلوه وهناك من اقترح أن يخرجوه إلى أن دخل إبليس الأبالسة بصورة الرجل النجدي والذي خطط لهم أن يقتلوا النبي بالطريقة التي حاولوا تنفيذها أن يجمع أقوى الشباب من مختلف قبائل قريش فقبيلة قريش قبيلة كبيرة ولها بطون وأفخاذ إنها فروع قبيلة قريش حكاية هجرة النبي ومبيت الأمير في فراش النبي بتفاصيلها خلاصة القول إنهم يخططون لقتله منذ زمن بعيد خططوا لقتله منذ أن كان جنينا خطط إبليس مع اليهود وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين برنامج الله هنا أن يبقى محمد صلى الله عليه وآله حيا وأن ينجو من اغتيالهم وأن يهاجر إلى المدينة وأن يكون وأن يكون حتى تكتمل مرحلة التنزيل إلى بيعة الغدير ولكن إذا ما وصلنا إلى بيعة الغدير فإن برنامج كيد الله سيكون مختلفا منطق القرآن يختلف عن المنطق الترابي أقرب لكم الفكرة بمثال قرآني إنها سورة غافر والتي قد تسمى في بعض المصاحف بسورة المؤمن سورة غافر الآيات التي تتحدث عن قصة مؤمن آل فرعون لا أريد أن أقرأها بكاملها الوقت ضيق قصة مؤمن آل فرعون بعد أن نصح قومه إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة وما بعدها فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم بعد أن بيّن لهم الحقائق ووضحها له رفضوا رفضوا نصيحته ودعوته إلى الحق فكان هذا جوابه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فماذا كان جواب الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب نقف عند هذه الكلمات القرآنية فوقاه الله سيئات ما مكر ماذا نقرأ في أحاديث العترة هذا تفسير القم في صفحة التاسعة والتسعين بعد الخمسمائة وقوله وقوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني مؤمن آل فرعون فقال فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والله والله لقد قطعوه إربا إربا فوقاه الله سيئات ما مكروا هكذا قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله هكذا يقول فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب الإمام الصادق يقول والله يقسم الإمام لتأكيد المعنى والله لقد قطعوه إربا إربا ولكن وقاه الله أن يفتنوا في دينه الكيد الإلهي في بعض الأحيان بسبب الظروف والملابسات الموضوعية وبسبب حال الأمم يكون بهذه الصورة ماذا نقرأ في الكافي الشريف وصاحب الكافي هو التلميذ علي بن إبراهيم القموي ما قرأته عليكم قبل قليل من كتاب الأستاذ وهذا كتاب التلميذ هذا كتاب الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه الجزء الثاني في صفحة الرابعة والأربعين بعد المائتين الباب الذي عنوانه باب سلامة الدين الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أيوب ابن الحر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا فقال أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه وقاه أن يفتنوه في دينه وإلا فإن مؤمن آل فرعون قطعوه إربا إربا أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه فوقاه الله سيئات ما مكروا وقاه أن يفتنوه في دينه إذن إذا أردنا أن نفهم مضامين القرآن لابد أن نفهم المفردات والمصطلحات في الثقافة القرآنية بحسب منهج بيعة الغدير ديننا نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات وسخافات وتفهات السقيفتين السقيفة السقيفة بني ساعدة والسقيفة النجسة القذرة سقيفة بني طوس أعتقد أن الصورة بدأت تنجلي شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر